الكلام ده محسوم بدستور 71 وهو أنضف الدستير اللي ممكن تحكم العلاقة بين الجيش والدولة ما فيهوش أي مشاكل ولا فيه أي تمييز للقوات المسلحة ولا فيه أي حاجة لكن نيجي على التلت مجالس وعشان الناس تتعلم تلت مجالس اللي بيحكموا العلاقة بين القوات المسلحة والدولة وسدة الدولة أول حاجة مجلس الأمن القوم عضو فيه مين رئيس الجمهورية يرقصه مستشار للأمن القومي وزارات السيادة ومنهم وزير الدفاع يضف إليهم مدير المخابرات العامة كأمين أمين للمجلس ورئيس الأركان مجلس الأمن القومي ننتقل إلى مجلس آخر هو مجلس الدفاع الوطني إذا مجلس الأمن القومي اجتمع وتبلور في وجدانه أن الأمة تقع تحت تهديد أحد أشكاله التهديد العسكري ينتقل الموضوع إلى مجلس الدفاع الوطني بس فيه كمان نائب رئيس الجمهورية إن وجد نائب رئيس جمهورية إن وجد نائب رئيس جمهورية تواجد وتبقى لرؤية رئيس الجمهورية يدعو من يدعوه إلى هذا الابتماع ولكن التصويت للأعضاء الأصليين مجلس الدفاع الوطني إذا رأى مجلس الأمن القومي أن الأمة تتعرض إلى تهديد فيه بعد عسكري ينقل الموضوع إلى مجلس الدفاع الوطني مجلس الدفاع الوطني مين فيه؟ رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قائد الأعلى قوات مسلحة ثم القائد العام للقوات المسلحة كل مجلس الأعلى قوات مسلحة بتكوينه لأنه زي ما قلت لحضرتك الموضوع بقى أكثر تعقيدة مين أمينه العام؟ مدير المخابرات الحربية لأنه بيعلن التهديدات إذا تبلورت التهديدات وتيقنت وتيقنت ينتقل الموضوع إلى مجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا دخل لأحد فيه ورئيسه هو وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية لا رئيسه هو وزير الدفاع ويتخذ القرار المناسب لاستخدام القوات المسلحة بس مجلس الأعلى للقوات المسلحة أيام المخلوع كان هو بصفة طول لا لا شوفي هنا الخطأ اللي الناس بتوع فيها دكتورة هالة فهمنا يا فاني هو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللبازية والكلام اللي بيقولوا ده أنا ميل أنا ده كل ده كلام على جنب طب وإيه دخلها بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة؟ بالعلاقة مع السرائيل لا إزاي ده ده؟ لا 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 أنا كقوات مسلحة زي ما حضرتك قلت ما ليش سياسة ما لعبش سياسة أي من نعمة ربنا علي أن أنا ما لعبش سياسة يبقى أنا ما لبي بإسرائيل إسرائيل العادو الرئيسي بتاعي وأمريكا دولة لها علاقات من ضمنها العلاقات العسكرية والمساعدات الأمريكية؟ من ضمنها والتدريب والعقيدة العسكرية ومبيعات الأسلحة لا إحنا لنا عقيدتنا يا دكتورة هالة محدش يحاول يوم لي علينا عقيدة لإلينا مصرح حرب مختلف عن مصرح الحرب بتاعي ناس تانية وبالتالي عقيدتنا القتالية يجب أن تختلف ده العلم يا دكتورة هالة محدش يتداي علينا ويقعد يقول كلام هو مش موجود يعني حضرتك شايف إنه في إطار هذه المجالس اللي هو حسب التسلسل المنطقة إيه دخل بقى الجيش جنابك في الكلام ده يا حريك بتفصل الجيش تماما من السياسة تماما لأن من مصلحته ومن مصلحة هذه الأمة لأن هذا ما حدث في صورة 25 يناير بنسمع دلوقتي إنه لابد إن يكون فيه كوتا معينة للإخوان الذين حرموا لسنوات طويلة من الالتحاق بالجيش وبالشرطة وبالوظائف معينة في القضاء الحقيقة كانت أبواب كثيرة مغلقة في وجههم حين كانوا الجماعة المحظورة الآن وهم الجماعة جماعة الحزب الحاكم يطالبون بأن تفتح لهم أبواب الجيش وأن يكون فيه إخوان مسلمين من حقهم ولكن ديها واحدة فان النهاردة فيه مفاجأة أنه الواء جيش سمير عجلان محافظ السويس الجديد عضو بجماعة الإخوان وقياديهم إخواني انضم للجماعة أثناء الخدمة وكان يشغل منصب نائب مسؤول شعبة زهراء مدينة نصر ومسؤول مقر الشعبة قبل أن يتولى منصب المحافظ والواء بدر عجلان يقال أنه انضم للإخوان أثناء خدمته عشان ما تقوليش مين اللي قال على لسان الأستاذ عصام مختار في البديل مين عصام مختار في البديل في البديل قاله الخبر نازل وبيقول أنه انتماءه للجماعة شرف لا ينبغي انكاره وكشفت مصادر داخل الجماعة للبديل أن اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأكد نائب جماعة الإخوان عصام مختار بمدينة نصر أن المحافظ ينتمي إلى الجماعة السؤال هنا هل سيتكشف لنا شخصيات أخرى داخل الجيش كانت تنتمي في السر للجماعة؟ ما أعتقدش أنا أعتقد أن هذا أحد أساليب التقرب للجماعة إذا كان اللواء سمير عجلان أعلن عن نفسه هذا فأحد أساليب التقرب للجماعة قوات مسلحة أريا نفسها كويس عارفة مين اللي فيها عارفة توجهاتهم إيه إذا كان بيعلن هذا الكلام فده للتقرب للقوات هو محافظ خلاص وماله ما تعمليني وزير النوبة الجاية والنوبة الجاية برئيس وزراء وانا عقف ليه عند محافظ وانا ما كانش ليه حاجة قلت الكلام ده بقيت محافظ لا يا دكتورة احنا نعرف كويس هنا بقى في نقطة مهمة حق المواطنة مش دقي حق إنه ممكن يكون في غيره ما فيش واللي حيقولي مدعي لأن الجيش عارف نفسه كويس حق المواطنة هنا بقى الكلام العقلاني من حق كل المواطنين المصريين أن يدخلوا الكليات العسكرية بلدهم وطنهم ولكن بدخلهم الكليات العسكرية وتقلدهم مناصب العسكرية لا يحملوا أي أيديولوجية ممنوع أنه يحمل أيديولوجية مش أنت قلت لي ما فيش سياسة وانتماءات ما فيش انتماءات وانتماء للقوات المسلحة والوطن فقط عايز اتفضل بس بدون أيديولوجية هل تعتبر في هذه اللحظة أنه لو دخل وأصر على المحافظة على أيديولوجيته أو انتماءه أنها تبقى مخالفة يبقى بيلعب سياسة يبقى مخالف تفضل بر ما تلزمنيش أنا ما ألعبش السياسة أنا كقوات الصلاحة ما عنديش حد يلعب سياسة مش اتفان على كده خلاص أنت ليه جايلي تلعب سياسة ما تلزمنيش بس دي نقطة مهمة جدا طبعا وبالمرة بقى نذكر أنه أهل سيناء مواطنين سيناء الذين حرموا أيضا لسنوات طويلة من انضمام للقوات المسلحة والدخلية يا سيدة الفوضيلة لا 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 رئيس أركان الجيش التاني رئيس أركان الجيش التاني ليه هو أكبر مستوى في الجيش التاني من العريش اللي هو الزملوت اللي هو محمد الزملوت من عائلة الزملوت من العريش مش عايزين ادعاءات طب والدخلية وانا مالي بالدخلي انه في وزارات معينة ممنوع فيها انه كان ينضم اهل السينة غلط ليه مش من تقاليد المجتمع العسكري اذا كان رئيس الجمهورية اوانا مالي ورئيس الجمهورية بيشتغل في المجتمع العسكري اي انا عندي حفاظ على صحة الفرض لو رب دانه معرض ليه معرض يتأذي ومعرض تعيقه اثناء القتال هتعيقه دانه ايوه ايوه يا فندي ممكن تعيقه اه دقة التنشين بتاعه تختال انا بقولها لك اهو اه ما تساعدوش ازاي فندي حاجة تعرائك حاجة تضايق صحية انت بتبزيني مجهود انت بتبزيني مجهود بتأدي مهم خاصة تقيلة يعني مرفوضة طبعا مش مش عشان حاجة ما تدخليش البعد العقائدي في القوات المسلحة قوات المسلحة نظام طاهر من البعد العقائدي عشان ما حدش يقول علمانية ومعلمانياش عشان نرد على الدعاءات دايما الوقت بيفوت بسرعة شديدة مع سعادة الوقت حمد يبخيط الخبير الاستراتيجي والعسكري والحقيقة يعني انا هترك لك بقى الميكروفون في نهاية هذا اللقاء وتوعيدني احقيقيا استفدنا حاجاتك انا حرى الاخبار دلوقتي بشكل مختلف دكتورة محاورة هيلة ومع حدش يعني يقدر ينكر هذا بتستخرجي كل ما جوه الواحد ودي حاجة جميلة لان احنا ما بقولش حاجة تضر الناس انا بقول حاجة تفيد شعبنا وده اهم حاجة في التوجه الاعلامي انا دي انا بعتبر ان دير سالتي وبعتبرها زي ما حاربت في اكتوبر انا دير سالة بقى ديها زي ما حاربت في اكتوبر لان اهل بلدي مهمين علي وغليين علي وبقول لهم الحقيقة وبقول لهم الصح والله عايزين يده ودنهم لحد تاني يده ودنهم لحد تاني لكن انا بقول لهم الحقيقة وبقول لهم اشتعلوا الدنيا ودنكو لكن انا بقول لهم لو سمحت اعقلوا كلام اللي انا بقوله فقط مش بقول اكتر من كده وحضرتك يعني انا شاكر ان حضرتك بتطلعي كل هذا الكلام مني ان شاء الله وحضرتك معاك دايما زي ما قلنا بنعمل تفكيك للغموض وبنتعلم منك اشياء كثيرة ومعلومات كثيرة وبتفهمنا بصورة بسيطة بالنسبة بلنا احنا الشعب المواطن العادي ايه القصة بالزبط عشان لما يتقل قدامنا خبر نعرف الخبر ده متقلق نفصرنا شوفي حضرتك نسمع القانون نسمع موازنة نسمع اللحية نسمع كل حاجة نفهم ان وراها ابعاد اخرى نفهمها لا ايديولوجية في الجيش ولا سياسة في الجيش ولا سياسة في الجيش وولاء الجيش للوطن صحيح بس ولشعب مصر ولاء الجيش للوطن وشعب مصر مما لا شك فيه هو شعارنا كلنا والشعب المصري الجيش المصري هو يعني من الشعب المصري من اولاد وابناء واخوتنا وولادنا وابهاتنا كلهم من الجيش المصري وبنتمنى بقى في المرحلة القادمة ان مستقبل الجيش المصري ينتبه الى انه يحمي الوطن من اي عدو اجنبي